تلاتة عشان الزول يكون مستقيم يدعو الله تعالى يسأل الله انت اسأل الله والزول دائما السؤال بيدفع عنه الشر قدر ما تسأل الله تدعوه بيدفع عنك الشر يوسف عليه السلام راوضته امرأة العزيز اي قالت له كلاما فيه الدعوة الى المعصية وامتنع قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي وابتعد عن المعصية ولم يقع فيها واقبلت النسوة بامر وبدعوة من امرأة العزيز دعت النسوان وجن وبعدين يوسف عليه السلام مر بالنسوة فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا وليكونا من الصاغرين طوالي توجه لالله قال رب السجن احب الي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم كثيرا ليلة شباب الواحد بتلقاه مشكلت في الدنيا النسوان بس قولك والله ما عندنا اي شيء بس نزوج تاني ما في حاجة ودي ما بتحلك الظلم ما سأل الله ودعا الله ده ما بحلك في النهاية قد خفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صاحب خفف لكن في النهاية رب العزة والجلال قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم هلت محتاج تسأل الله قال تعالى عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أصلا لفتنة الآن فتنة النساء دعوما الآن قديمة جدا يا أخي ابن عباس رضي الله عنه قال كان كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة شابة حسناء وكان بعض الناس يتأخر في الصفوف هالناس بيصلوا قدام الصحابة في ناس بيجوا ورق مخصوص قال فإذا ركع أحدهم نظر إليها من تحت ابطيه ده في الصلاة بكشف في ورق والله أي ما قال بعض الناس هو دقيق في اللفظة ما قال بعض الصحابة لأن الصحابة يخافون الله تعالى وإنما قال بعض الناس قال فأنزل الله قوله وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ